فإذاً من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام فإن معرفة الإلام من أهم الواجبات الفرعية فإذا لم يجب معرفة الإمام فبتبيعة الحال لا يجب عليه صائر الأحكام الفرعية أيضاً فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه الصلاة معرفة الإمام فإذاً هذه الصحيحة تدل على أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع فإنهم لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا لم يؤمن برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجب عليه فلا يكون مكلفين بالفروع وفي مقدمة في مقدمها معرفة الإمامة فإذاً هذه الصحيحة تدل على سليل أخذوا عقائدكم من الخرط هذا هنيئاً لكم يا أيها الشيعة واستمراراً مع هذا الخرط رجاء أن اعرضوا لنا التسجيل الصوتية الثاني ورسالته مجتملة على جميع الأحكوم وبمقدمتها الإمامة معرفة الإمامة وسائر الأحكوم الشرعية فإذاً معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالة خواية الأمرن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروعة من الفروعة وأيذن معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط معرفة الرسالة فعلية يجب على الناس فعلاً لأعترافه برسالة نبي الأكرم ولإيمان بها وأما معرفة معرفة إمامة وسائر الأحكوم الفرعية طبعاً مشروطة بشرط فإن جعل الأحكوم في عرض ووحدة جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة إمامة وسائر الأحكوم الفرعية في عرض واحدة في عرض واحدة وأما وجوب معرفة ومعرفة الإمامة ومعرفة الإمامة وسائر الأحكوم الفرعية جعلي فقط في مرتبة الجعلة وفعليتها مشروطة بشرط فهو الإسلام سمعت هذا التمضرط سمعته زين هو هذا دينكم هذا هو العلم والفقاهة والتحقيق والاجتهاد في مدينة الاجتهاد والمجتهدين هو هذا التمضرط هذا من سنة 448 هذا التمضرط شغار من سنة 448 للهجرة إلى هذه السنة إلى 1442 من ذاك اليوم إلى هذا اليوم احنا على هر اطحين شناعة يجينا هذا الشاي بمضرط يولي يموت يجي وراء آخر مضرط وهكذا هذا هو واقع حوزة النجف كتبهم تتحدث عن ذلك كتبهم موجودة من زمان الطوس وإلى يومنا هذا كتبهم دروسهم موجودة الآن في زماننا في زماننا صارت معرفة هذه الأمور ليست عسيرة بإمكان الإنسان أن يستكشف حقائق هذا التمضرط الوسائل الوسائل متوفرة لديكم لا تعتمدوا علي أنتم ابحثوا بأنفسكم ستصلون إلى الحقيقة وستعرفون أنكم مضحكة أنكم مهزلة العلاج العلاج الوحيد لكم البراءة الفكرية تبرأوا من منهج هؤلاء تبرأوا من منهجهم تبرأوا من عقائدهم نظفوا عقولكم ورؤوسكم وقلوبكم من قذارات هؤلاء هؤلاء يضحكون عليكم تلك هي مشكلتكم ما هي مشكلتي بالنسبة لي الأمر واضح عندي ولست مبتلا بهؤلاء لا شأن لي بين وليس اليوم منذ زمن بعيد لا شأن لي بين لا من قريب ولا من بعيد هذه القضية ليست منحصرة بالأمثلة التي أوردتها لكم أنا لا أستطيع أن أضع كل شيء بين أيديكم في حلقة واحدة لكنني وضعت الكثير والكثير من هذا التمضرط بالوثائق في برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية بإمكانكم أن تعودوا إليها بإمكانكم أن تتابعوا هذه الشاشة وستعرفون الحقيقة لهذا السبب يمنعونكم أن تشاهدوا هذه الشاشة ويبذلون قصارى جهدهم أن يحولوا فيما بين هذه الشاشة وبينكم الحلقات من الحلقة الثامنة والثلاثين إلى الحلقة الخامسة والأربعين من هذا البرنامج من برنامج الخاتمة هي متوفرة على الإنترنت بإمكانكم أن تعودوا إلى مشاهدتها كي تطلعوا على جانب من قبائح حوزة النجف وعلى جانب من قبائح السيستاني ومرجعيته بالوثائق 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 من الحلقة الثامنة والثلاثين إلى الحلقة الخامسة والأربعين من برنامج الخاتمة عودوا إلى مجموعة الحلقات هذه واتطلعوا على تفاصيلها كي تعرفوا حجم القذارة والنجاسة العقائدية والدينية التي يحملها هؤلاء من السيستاني إلى البقية بالوثائق بالوثائق ليس افتراء على أحد وكذبوني كذبوني ولو بلقمة كذبوني ولو بحرف واحد عودوا وتفحصوا الحقائق بأنفسكم كتبوا دراسة العقائد في حوزة النجف عقائد الإمامية للمظفر شرح الباب الحادي عشر للسيوري للمقداد السيوري والنص في أصله للعلامة الحل شرح التجريد للعلامة الحل والنص في أصله لنصير الدين الطوسي هذه الكتب هي الكتب المعروفة لدراسة العقائد لدراسة العقائد في حوزة النجف في الحوزات الشيعية عموما قد يضيفون إليها كتابا في الفلسفة في بعض الأحيان لكن الكتب العقائدية الأصلية هي هذه أقول للذين يعرفون خبرتي في المكتبة الشيعية لا أحدث الجميع أحدث الذين يعرفون خبرتي الواسعة والواسعة جدا في المكتبة الشيعية عموما وفي الكتب العقائدية خصوصا فإنني أزعم أنني على الطلاع واسع ودقيق في كل ما كتب في موضوع العقائد منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا وأعتقد أن هذا الأمر واضح لمن يتابع برامجي أقول للذين يثقون بخبرتي هذه الكتب كتب شركية بحسب موازين أهل البيت هذه كتب عقائدها معتزلية المنهج فيها منهج اعتزالي صرف لا أقول لكم بدرجة تسعة وتسعين فاصلة تسعة وتسعين بالمئة بدرجة مئة بالمئة و لذلك يدرسونها في الحوزة لأنها حوزة معتزلية و لذا مراجع النجف يرجعون شيعة إلى هذه الكتب لأنه مراجع نجف يحملون عقائد معتزلية إنها عقائد طوسي ما بين التشفع و الاعتزال و لا أثر لعقائد محمد و آل محمد التي بيّنها قرآنهم المفسر بتفسيرهم و حديثهم المفهم بتفهيمهم هذه كتب أُلِّفت وفقا للمنهج الاعتزالي و هي كتب شركية بامتياز تخالف منهج العترة الطاهرة لذا يصرون على إبقائها و على تدريسها هذا الكلام ما هو بمهاترة إعلامية هذه مسؤولية عقائدية و شرعية سأسأل عنها أنا أتضرر دنيويا بسبب هذا الكلام و أدفع الضرائب تلوى الضرائب أعرض نفسي و أسرتي للمخاطر بسبب هذا الكلام أضيق على نفسي دائرة حياتي و دائرة عيشي و حق الزهراء لكن الواجب الشرعية يفرض علي أن أخبركم بالحقيقة الكاملة فما يتعلمونه أصحاب العمائم في حوزة النجف يتعلمون العقائد وفقا للمنهج الاعتزالي قد تقرأون هذه الكتب وتجدون فيها مفردات صحيحة أو تجدون بعض النتائج الصحيحة ما أنا حدثتكم في يوم أمس من أن المناهج الضالة قد تنتج مفردات صحيحة و قد تنتج نتائج صحيحة كما أن المناهج المهتدية قد تنتج مفردات خاطئة لكننا أمرنا أن نتمسك بالمنهج المهتدي و أن نتبرأ من المنهج الضال حينما أتحدث عن هذه الكتب من أنها كتب ضلال بدرجة مئة في المئة إنني أتحدث عن منهجها و قد جئتكم بمثال فيما تقدم من حديثي في أجواء البراءة جئتكم بكتاب البخاري مثالا قلت لكم من أن الأحاديث في صحيح البخاري هناك البعض منها بنفس الألفاظ موجود في كتبنا و نحن نعتمده و هناك من الأحاديث ما هو موجود بنفس المضمون في كتبنا و نحن نعتمده المشكلة ليست في مفردات صحيحة أو مفردات خاطئة المشكلة في المنهج مشكلتنا مع صحيح البخاري في منهج البخاري نفسه و في منهجه في القبول و الرفض و الجمع للأحاديث مشكلتنا مشكلتنا في المنهج و ليست في المفردات فهذه الكتب ربما إذا رجعتم إليها و وجدتم آيات من القرآن و أحاديث من أحاديث العترة الطاهرة و وجدتم ذكرا لمحمد و آل محمد تقولون هذا كلام حق أنا لا أتحدث عن المفردات أتحدث عن المنهج و والي من والا و عادي من عادا حديث عن المنهج و ليس عن المفردات بيعة الغدير بيعة على المنهج و ليست بيعة على المفردات المفردات ستأتي بعد ذلك قد تأتي بلسان التقية لظرف استثنائي وبعد ذلك نحن نتركها في الزمن الذي لا تقية فيه قد تأتي بلسان المدارات تتناسب مع طبقة معينة من الناس طبقة أخرى لا تصح تلك الأحاديث في حقها هناك وقائع خاصة لها ملابسات خاصة بسبب ظروفها الموضوعية ما جاء من أحاديث فيها لا نعمل به لأنها ترتبط بواقعات خاصة المفردات ليست مشكلة بالنسبة لنا المشكلة في المنهج فهذه الكتب أُلِّفت وفقا لمنهج ناصبي صرف بدرجة مئة في المئة أتحدث عن عقائد الإمامية أتحدث عن شرح الباب الحادي عشر الأصل للعلامة الحلي والشرح للمقداد السيوري أتحدث عن كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد الأصل لنصير الدين الطوسي تجريد الاعتقاد والشرح للعلامة الحلي والكتب التي تماثلها في العقائد في حوزة النجف كلها كلها من دون استثناء أُلِّفت وفقا لمنهج معتزلي ضال بدرجة مئة بالمئة وهذا الأمر يعكسه المراجع في المقدمات العقائدية أو الملحقات العقائدية التي يلحقونها برسائلهم العملية على سبيل المثال المقدمة العقائدية التي كتبها المرجع المعاصر شيخ بشير النجفي مقدمة ضالة لأنها تعتمد نفس المنهج المنهج الاعتزالي منهج علم الكلام مقدمته التي كتبها لرسالته العملية مقدمة في أصول الدين هو الآخر يعد الإمامة من أصول المذهب ما هو الخراء هو الخراء قلت لكم يأكلون ويشربون في عقولهم وقلوبهم من كنيف واحد من نجاسة واحدة الأمر هو وهو في المقدمة التي كتبها محمد الشيرازي لرسالته العملية الخراء هو الخراء المنهج الاعتزالي والبناء على أن أصول الدين خمسة والخراء هو الخراء في المقدمة العقائدية التي كتبها صادق الشيرازي المرجع المعاصر أبقى أبقى مقدمة أخيه تبناها تبناها على حالها جعلها مقدمة لرسالته العملية وكل الذين كتبوا مقدمات عقائدية أو ألحقوا ملحقات عقائدية برسائلهم العملية الخراء هو الخراء العقائدية نفسه المنهج الاعتزالي علم الكلام الناصبي هو هو مشكلتنا هنا مشكلتنا في المنهج لكنني لا بد أن أنصف هؤلاء فإنما كتبه محمد باقر الصدر في مقدمة رسالته العملية الفتاوى الواضحة كان أقذر وأقذر 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 إلى أن ينقطع النفس من الذي كتبه بشير النجفي ومحمد الشيرازي وصادق الشيرازي والبقية لحد الآن لم أقرأ نصا قذرا ناصبيا بعيدا عن منهج العترة الطاهرة كالذي كتبه محمد باقر الصدر في مقدمة الفتاوى الواضحة وهو يطبع فيه كراس صغير المرسل والرسول والرسالة لكنني بعد ذلك وجدت ما هو أقذر من الذي كتبه محمد باقر الصدر سأخبركم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر